موسيقى وثقت منظمة الصحة العالمية عشرات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة مما أدى لمقتل وإصابة عاملين محذرة من أن أنظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريغ نه من المستحيل تنفيذ مطالب القوات الإسرائيلية بنزوح مليون ومائة ألف فلسطيني في غزة تجاه جنوب القطاع مشددا على أن هذا الأمر له عواقب إنسانية متمرة قصف وتدمير شهداء ومصابون ثكالى ويتامى هذا هو حال غزة اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأهالي دون تفرقة بين أطفال وعجائز أو رجال ونساء الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره الغاشم على الأهالي في غزة وقصف منازل المدنيين والمستشفيات وشرد الملايين دون مأوى أو طعام فهذه أم واقفة تبكي أطفالها الذين راحوا ضحية القصف وهذا طفل جلس يبكي شقيقة وهؤلاء جلسوا يبكون ذويهم منظمة الصحة العالمية وثقت عشرات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة مما أدى لمقتل عاملين وإصابة آخرين محذرة من أن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم توصيل الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى القطاع ودعت منظمة الصحة إلى إنهاء الأعمال العدائية وحماية الرعاية الصحية والمدنيين من الهجمات كما نادت بالإنشاء الفوري لممر إنساني لضمان الوصول بدون عوائق للإمدادات الطبية والإنسانية والأفراد العاملين في هذا المجال وإجلاء المرضى والجرحة ومع استمرار زيادة أعداد المصابين والقتلة بسبب القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة تتفاقم الأزمة بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية بما يحد من قدرة المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها على الاستجابة لعلاج المرضى والجرحة الوقود المتبقي في المولدات في مجمع شفاة الطبية تكاد تكفي إلى ثلاث إلى أربعة عيام على أكثر تخدير الآن نعمل في الأقسام الحساسة، أقسام غسيل الكلا، الحطانات، محطات توليد الأكسجين العناية المركزة، أقسام العمليات، وما دون ذلك أخرجناهم من الطاقة وعلى الرغم من تحذيرات المنظمات الأممية، ذكرت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية أبلغتها بأن مليون ومائة ألف فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ويخشى الفلسطينيون أن يكون ذلك تمهيداً لهجوم بري مزمع المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة وتتزايد المخاوف على سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين وأربعمائة ألف نسمة حيث أكبر أكثر من أربعمائة وثلاثة وعشرين ألف شخص على الفرار من منازلهم في القطاع جراء القصف الإسرائيلي العنيف لا سيما بعدما شددت إسرائيل الحصار وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء